أهلاً بحضراتكم في واحدة من أهم حلقات الربح عن طريق استغلال التيك توك التيك توك اللي هو حلم الملايين في الوطن العربي والذي يكون النفسهم يربحوا من خلاله زي وزي الناس الأجانب اللي بتربح من خلال مشاهدات التيك توك ولكن للأسف في الوطن العربي بشكل أجمع الربح عن طريق مشاهدات الفيديوهات على التيك توك تقريباً مش مرباحة لازم عن طريق ان انت حد تبرع لك بفلوس او ان انت تطلع لايف والموضوع هذا بيبقى صعب جداً 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 لمعظم الناس ما كانش الكل وبالتالي في حلقة النهاردة انا جاي اقول لحضرتك عن طريق استغلال التيك توك وعن طريق استغلال خلفيات موبايل هنرفعها على هيئة فيديو على التيك توك هنقدر ان نحقق أرباح ممتازة جداً 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 وانا عن تجربة شخصية بس تغنمها والأرباح بتاعتها جيدة جداً وبدون اي خبرة وبدون اي رسمال والموضوع من اول واخر ومجاني تماماً لو لاحظت معي قبل ان اوليك أرباحي من هذه الاستراتيجية لاحظ معي هنا كده ان خلفيات الموبايل هنا الفيديوهات بتاعتها جايبة 21 مليون وستة ده خلفيات موبايل بص معي حضرتك كده 22 مليون 13 ونص مليون 1 و 3 مليون 4 مليون و 100 ألف 5 مليون و 100 ألف كل دوت من ايه من خلفيات موبايل فقط بتترفع على التيك توك انت متخيل اهمية الموضوع 16 مليون مشاهدة عنده 40 مليون مشاهدة 198 345 ألف 30 مليون 2 مليون و 800 ألف الارقام دي ارقام على خلفيات الموبايل اي حد عنده دلوقتي موبايل بيبقى نبسه يشوف الخلفيات الرائعة الخلفيات القوية وبالتالي بيبطل ان هم يبحث عن الكلام ده في التيك توك او اي مكان اخر هتيجي تقولي طيب يبديع بلعا عن فيديو في صور للناس هتستفيد بالصور ازاي هجي اقول لحضرتك هنا بقى التركية هنا حضرتك هتقدر ان انت تربح ان انت بتبدي ترفع فيديو الفيديو ده بيوضح فيه الخلفيات الموجودة المتاحة للتنزيل وبعد كده هتقدر ان انت تتحقق ارباح من القصة دي وده انت هتشوفه بالخطوات البسيطة جدا الغير معقدة على الاطلاق هشتتحق ارباح كويسة جدا تتعدى ال 600 دولار وال 800 دولار وال 1000 دولار شهريا وهنشوفه مع بعض بالاثبات حالا لو لاحظت معي صديقي هتلاقي ان انا معي دلوقتي 607 دولار هو الصراحة الموضوع ممكن يكون جاي من الخلفيات ال 1400 دولار وال 200 دولار التانية من حاجة اخرى ولكن ميزة الطريقة دي ان انت هتقدر تسحب من كذا طريقة سحب عندك الادفانس كاش البيتكوين الاسريم من اول 1 دولار بتسحب ارباحك ووديفون كاش موجود وويسترن يونيون موجود اطصالات كاش الورانج كاش البريد المصري موجود وويسترن يونيون موجود لو قلمنا اخرى هت два طريق سحبه اخرى schleتلعى البيسيرة متوسط ولو حضرتك تجدد ان كل طرق السحب يستطيع تسحب من اول 1 دولار يعني على سبيل المثال لو انا دورت كده مثلا على الفودافون كاش بابتدي ان انا احط رقم الفودافون كاش بتاعي تحت كده وادوس سيف سيتنجز انا كده ارباحي او طريقة السحن بتاعتي اتحفزت وابتدي اصحب ارباحي وده اللي احنا نشوفه في حلقة النهاردة بالخطوات انا مش عاوز بس اعد معاك خطوة ولا خطوة احنا عايزين نشوف بقى ازاي ان احنا نقدر نستفيد من خرفيات الموبايل ولكن عشان اوريك اهمية الموضوع خلينا برضو نروح على تويتر لو رحنا على تويتر زي ما انت شايف انا كاتب فوق كده موبايل والبيبرز لاحظ معايا كده الناس اللي عاملة بسطات على خالفيات الموبايل خمسمائة وتمانية وتلاتين مشاهدة لو نزلنا تحت تاني الف مشاهدة ستلاف ربمائة مشاهدة ده على تويتر انا بكلمك على تويتر اتناشر الف مشاهدة تمنمية خمسة وتسين مشاهدة الف ومتين مشاهدة وحدث ولا حرج عندك اثنين مليون وستمائة الف مشاهدة من فقط الخرفيات اللي حضرتك شايفها دي حتى كده بقول لك حلقة النهاردة هي حلقة عظيمة حلقة قوية نبتدي ان احنا نعمل فيديو نرفعها على تيك توك ومن خلال الفيديو ده هنقدر نحقق ارباح تتعدى الستمائة دولار والالف دولار شهريا كوبايتك الجميلة ورأتك وقلمك طبعا انت بتشوفني اكيد بعد الفطار عشان كده قلتلك كوبايتك الجميلة وركز معي حلقة من اسهل ما يكون ويكاد تكون هي الافضل بالنسبة لحضرتك ان شاء الله في تحقيق ارباحك من الانترنت يلا بينا نبدأ في الشرح العملي تمام شباب اول خطو هنبتدي نعملها ان احنا هنروح على كنفا عشان نبتدي ان احنا نعمل فيديو نقدر نرفعها على تيك توك زي اللي حضرتك شايف قدامك على الشاشة حيلا هنقدر نعمل فيديو احترافي رائع جدا مكون من بعض خلفيات الموبايل قوتي عليا جدا زي اللي انت شايفها كل اللي هتعامل ان vanish على�리 كانفا وانت هتدوس الي اتطاق بكلمة فيديو بعد تدوس الي كلمة فيديو هتدوس الي اتطاق بكلمة موبايل فيديو بالشكل دك هيدко يفتح الى حضرتك الصفحة الي حضرتك شايفها دلوقتي محتاجين ان احنا نجيب صور الصور هيدين بده ان احنا نحطها في كل قالبذل wellенко لو قدمنا عزاقه حفي لو قدمت فوقت عزاقه حيطحله صفحه لحد خمس صفح او عشر صفح يعني الماكس او يفضل ان هي تكون مكونة من عشر صور كل صفحة من ديت ستبقى مكونة من عشر صفح ونرى كيف يعمل الفيديو احترافي سيأتي سؤال في بالك دلوقتي يا مبارك ازاي نقدر نجيب صور احترافية الكواليتي بتاعتها عالية نقدر ان احنا نقدمها لجمهور ونقدر ان احنا نربح من وراها وانحنا متطمينين هاجا اقول لحضرتك ان احنا هنروح على موقع اليناردو موقع اليناردو هتلاقي عليه كمية صور مهولة جداً صور احترافية جداً ايكواليتي بتاعتها عالية جداً تقدر ان انت تنزل اي صورة انت عاوزها بشكل مجاني على سبيل المثال صورة زي كده عجبتك نزلها من داوي اللون خلاص بقت عندك على الجهاز بشكل مجاني انت مش محتاج ان انت تعمل صور بنفسك او اي حاجة هي دي الفكرة بتاعت الموقع وهسيب لك كل الروابط في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت انت هتعتمد على الموقع دا في انك تنزل اي صورة انت عاوزها مهما كان عدد لا نهائي بقى انزل زي ما تنزل يفضل كمان انك لما تيجي ترفع الصور بتاعتك انها تكون صور مرتبطة ببعض يعني مثلا تعمل فيديو لها علاقة بالطبيعة كلها صور لها علاقة بالطبيعة او صور مكونة كلها لها علاقة بالاكشن تمام دوت بيدي فرصة افضل للي بينزل الصور بتاعت حضرتك اشان حضرتك تربح من خلالها ان هو بيكون مثلا مرتبط او حابب النتش ده تمام فانت هنا بتستهدف جمهور بعينه او عادي تقدر ان انت تخليها صور مختلفة مفيش فيها اي مشكل على سبيل المثال دي بعض الصور اللي انا رفعها اهو ادي البغبغان اللي احنا لسه بنزلينه هينزل معنا بالشكل ده طبعا انت بترفع الصور دي من ابلود فايلز من على قنفة عادي جدا وبعد كده بتحطها زي ما انا حطيتها مع حضرتك هابطدي ان انا افرج الصورة على مقاس الصفحة بالشكل ده دي كده اول صفحة اقبطت معي كده دي بالاوال نريد للصفحة التانية ابدأ ان اérience ادوس كدهiga كمان صورة اللي بعد كده ابدأ ان انا ارفعها وابطدي ان انا اثبت مقاسي على الصفحة ايجي على الصورة التالتة احطها نفسي الكلام هنبطدي ان احنا نعمله لكل الصور ليس خلاص دي وبتدي ان افسرهم على الخلفيات اللي موجودة عندك البيضة دي اهو نيجي على الصفحة اللي بعد كده نحط جميل جدا. انا كده ايه بحط خلفيات موبايل رائعة جدا ولكن هي في هيئة فيديو. هوليك ازاي ان انت بتقدر اصلا تربح بقى من السؤال ان انت رفعتها في هيئة فيديو دي. طيب عاوزك بعد كده تمسك كل صورة مديت خليها ثانيتين ونص. عشان ما تبقاش طويلة. ثانيتين ونص برضو. الشكل ده. طبعا الحاجات دي مهمة جدا عشان اللي بيتفرج على الخلفيات ميزاقش ميقودش على كل صورة مثلا خمس ثوانيا اللي حاجة كتير جدا. طيب هتيجي ما بين كل صورة والتانية هتدوس تكة واحدة هيظهر لك الشكل اللي حضرتك شايفه ده اللي هو اسمه ايه الترانزيشن. لو دوسنا عليه هيبتدي ان هو يضيف افكت ما بين كل صورة والتانية. بص ده شكل التقليبات اللي بتحصل ما بين كل صورة والتانية. فده بالنسباني هو احسن اختيار. هتدوس عليه بالشكل ده وابتدي ان ا اقرر نفس العمانية ما بين كل صورة والتانية بالشكل ده. اهو. وهنشوف مع بعض شكل الفيديو في الاخر. اهو. بكة هنا. اترانزيشن ونضيف ده. دعنا بقى نشغل الفيديو مع بعض كده. بص بقى الخلفيات وهي بتقلم مع بعضيها. جميل جدا جدا. اهو. حاجة طبعا احترافية جميلة جدا. اي حد هيشوفها وهيجبه اي صورة من الصور دي هيبتدي ان هو يقول لك طفين الصور دي انا عاوز اخدها منك وانت هتبتدي تربح من خلالها. طيب عشان نقدر ان احنا كمان آآ نزود الموضوع بشكل احترافي اكتر ونخليه فعلا آآ يعني مباشر اكتر للي بيشوف الفيديو عشان ينزل الصور دي. هابتدي ان انا ادوس بالشكل ده. آد هيدنج. وابتدي ان انا اعمل داول لود. فور فري. يعني انا بقول له هنا تقدر تنزل الخلفيات دي بشكل مجاني. وابتدي ان انا اصحابها كده. ممكن طبعا اضيف افكت مسلا ان هو يبقى اولا منه خلفية عشان يبقى واضح شوية بالشكل ده. اهو. ونكبرها كده شوية. جميل جدا. طبعا تعمل الموضوع ده في كل الثور وممكن تخليها في اول صورة بس اللي هي ايه يعني في اول الفيديو او مقادمة الفيديو ان انت تقدر تنزل الخلفيات دي كلها بشكل مجاني تماما. يبقى دي كده اول خطوة في كنفا ان انت نزلت الصور من موقع ليوناردو بعد كده رفعتها في موقع كنفا حطيتهم جنب بعض في هيئة فيديو وحطيت الايفكت اللي ما بين كل تقليبة والتانية. كل اللي على حضرتك دلوقتي ان انت تيجي من فوق ع على الشمال كده من كلمة تدوس عليها بعد كده تدوس على كلمة بعد كده تنزلها صيغة فيديو زي ما انت شايف هينزل الخمس صور اللي احنا حاطينهم على هيئة بالايفكت اللي احنا اضيفنا ونقول له. طيب شباب لو جد فتحت الفيديو بالشكل ده مع حضرتكو هتلاقي شغال معنا بشكل احترافي زهرة في اول صورة بعد كده بيقلب الصور بشكل احترافي جميل جدا طيب الخطوة اللي بعد كده ان احنا نبتد نروح نرفع الكلام ده على التيك توك هنجي من فوق على اليمين من كلمة ابلود ندوس عليها ونبتد ان احنا نعمل ابلود للفيديو اللي احنا لسه عاملينه بكانفا ونبتد ان انا نعمل سيلكت فايل واختار الفايل بتاعي اهو وادي الفيديو ونرفعه مع بعضين هتلاقي ان هو يرفع معنا نايس ان احنا نحط الانوان الصحيح اهم حاجة الانوان الصحيح لاحظ معي كده لو انا كده كده كتبت هنا موبايل والبيبل فور كي اتش دي بعد كده اهم حاجة يا صديقي العزيز انك تعمل الهاشتاج الهاشتاج هنا مهم جدا ولكن قبل الهاشتاج شرطة انا بقول لهنا الشخص ده انت هتعمل تنزيل للخلفيات دي بشكل مجاني تماما هنيجي كده ونعمل الهاشتاج ونعمل وول بيبر بص معي كده اربعة مليون وتبنمائة الف بوست على الموضوع ده عندك واحد مليون وامتين الف فانت كل الهاشتاج دي لازم ان انت تضيفها يعني هوا ممكن نعمل كده موبايل نبحث عن موبايل مثلا مول بيبر مثلا موبايل وول اهو موبايل وول بيبر نباتل ناختنا البعض والبيبر آخر belgan يعني اقل اقل حاجة تعملها هي ثلاثة هاشتاج وول بيبر ونختار البحال الأولانيتي وعندك كل الهاشتاج الرجاءorn اصدقا مليون وامتين الف فلازم يجمعها معنا نعمل الهاشتاج الاول اهو ان احنا نضيفها كان فيه مليون ومئتين اهي بالزبط نجيب الاعلى تصنيف والاعلى مشاهدات والاعلى منشور تبتين انت تحطي الهاشتاج بتاعه طيب انت كده حطيت عنوان فيه كلمات مفتاحية للعاوز خلفيات موبايل فور كي ممكن كمان تزودها الفين اربعة وعشرين تبقى خلفيات حديثة بتاعت السنة داوين لود فور فري وحطينا الهاشتاج بشكل سليم جدا طبعا ده شكل الفيديو لو انت شغلت كده عشان تتسته على التيك توك اهو هيفيدي يقلب معانا بشكل احترافي بص الشكل عامل ازاي حاجة طبعا جميلة جدا رائعة جدا احترافية جدا الا هيشوفها هيحب ان هو ياخدها كخلفية موبايل زي ما هي ظاهرة قدامه بالشكل ده طيب نزلنا هو كان وش ديز فيديو طبعا افري وان بعد كده بننزل تحت خالص وطبعا لو انت عامل الكونتنت ده بالاي اي اي ممكن نضيف العلامة دي اي اي جنريتد بتفعلها بالشكل ده طبعا لو انت الصور دي معمولة بالزكاء الاصطناعي عادي مفاش فيها اي مشكلة عشان بس يبقى المشاهد عارف ان الصور دي اتعاملت بالزكاء الاصطناعي بعد كده بنقول له بوست هيبتدي ان هو يعمل المنشور بتاعنا على التيك توك تمام شباب لحد هذه اللحظة احنا كده عملنا جبنا الصور الصور رفعناها على قنفا بعد ما رفعناها على قنفا حاولناها الفيديو نزلناه بعد كده رفعنا الفيديو ده على التيك توك اهم خطوة دلوقتي هنعملها ازاي ان احنا نربح من وراء الخلفيات دي حضرتك لما نزلت الصور دي عشان تعملها على هيئة فيديو الصور دي بقت لسه متاح عندك العميل بيبقى عاوزها عشان يستخدمها في الموبايل بتاعك الخلفية صح انت خطا عملتها فيديو عشان توريها له بس لكن هو ما قدرش ان هو يحصل عليها لسه احنا عشان نخليه يحصل عليها وبشكل مجاني فعلا هتبتدي ان حضرتك تاخد ارباح طب الكلام ده بيتم ازاي خليني افهم حضرتك احنا دلوقتي على موقع ميجا في الابلود والموقع ده بيسمح لك على كل الف تنزيلة انت بتبتدي تاخد تمانية دولار او سبعة دولار ولكن في الحالة بتاعتنا هتاخد تمانية دولار على كل الف تنزيلة وبالتالي كل اللي حضرتك هتعمله ان انت هنجمع الصور بتاعتك اللي انت نزلتها وعملتها في فيديو في ملفه واحد وتبتدي ان انت ترفعه على ميجا في الابلود بعد كده نحط اللينك بتاع الملف دوت في الكومنت بتاع الفيديو بتاعنا هنا اللي عاوز يحصل على الصور دي احنا كتبينه دول نوت فل فري فهنبتدي ان احنا نحط لينك التنزيل بتاع الصور دي في الكومنت هنا وعلى كل الف تنزيلة حضرتك بتاخد سابعة دولار والثمانية دولار. وزي ما احنا شفنا كمان في التيك توك ان الخلفيات بتاعة الموبايل الجي عليها ملايين الملايين المشاهدات. فانت بتكلم لو الالف مشاهدة او الف واحد نزل الصور بتاعت حضرتك او الملف بتاعت حضرتك انت بتاخد سبع دولار فتخيل المية الف وتخيل العشرة التلاف حتى والمية الف والمليون مشاهدة ممكن تحقق من ورها ارباح عاملة زي انا بكلمك ان انت ما بتشتغلش ان انت مع يعني على اقل تأدير خالص انت بتحقق ستمائة دولار وتمنمائة دولار شهريا. تمام فدي بس الخطوة المهمة ان انا حبيت اشرحالك قبل ما انطبق عملي في الخطوة دي مع بعضينا تمام شباب فاحنا عندنا دلوقتي انا مثلا عندي هو خمس صور في مثال النهاردة طبعا احنا بنتكلم ان انت لما بتيجي تعمل فيديو هتعمله من عشر صور على القل وتقعد يعني في اليوم على قل على تيك توك بزياد عشان تبتدي الاناليسيز بتاعت التيك توك والالجوريزم تبتدي تفهم ان انت شغال على تيك توك واكتف وتبتدي اجيلك مشاهدات كتيرة جدا لازم على قل في اليوم ترفع فيديوهين على تيك توك مرة الصبح ومرة بالليل ده على اقل تقدير عشان تقدر ان انت تبني جمهور على تيك توك وتبتدي جمهور ده يتابعك والمحتوى اللي انت بترفعه عليه ويبتدي ان هو ينزل منك هذه الخليجات دي وتبتدي ان انت تحقق منه ارباح دي افضل طريقة للربح من على تيك توك بالمناسبة مفيش ربح من على التيك توك بالشكل مباشر للعرب طيب عشان نبتدي ان احنا نحط الصور بتاعتنا دي في ملف واحد ونرفعه نبتدي ان احنا نعمل نيو فولدر ده هنجمع الصور بتاعتنا جوة منه بالشكل ده بعد كده هحوله تمام اهو اهو وممكن اسميه كده او موبايل ايا كان طيب بعد كده هاخد نفس الاسم ده احنا طبعا هنستخدم مش هنستخدم الفايل النفسه عفوا اهو احنا عاوزين ناخد ملف ده نرفعه فارج على ميجا في الابلود من على الشمال كده هتلاقي حاجة اسمها ابلود فايلز من هنا هنقدر ان احنا نرفع الملف بتاعنا فاندوس عليها بعد كده هنعمل ايه نبتدي ان نعلم على المستطيط ده ندوس عليه ثقك كده ونبتدي ان احنا نرفع الملف بتاعنا هو بالشكل ده بعد كده هنقول له ابلود هيبتدي ان هو يرفع معنا ابلود بالشكل ده بيحمل معنا بعد ما يخلص هنشوف هنعمل ايه تمام شبايا بعد محمل معنا ورفع الملف هندوس على اسم الملف كده من تحت هيديني اللينك بتاعه كده لينك التنزيل بتاع الخلفيات اللي انا رفعتها طيب كل اللي هاميره دلوقتي ان انا هدوس على كلمة كابي وهنجع على التيك توك بصد انا انا محضر في الكومنت تحت ايه لاحظ معي عشان حضرتك تشوف كويس دول لوت زول ببرز فور فري واقدر ان انا احط اللينك بتاعه هنا ولكن لاحظ معي ان انا لو حطيت اللينك بالشكل ده هيبقى شكله مش لطيف شكله مش حالو فهبتدي ان انا ارجع تاني كده امسحه وابتدي اروح على موقع اسمه بتلي الموقع ده بسمح لي ان انا اعمل شورتن او تقصير للينك التويت ده ويبقى شكله قلطف بكتير وقل له كريت بص معي بقى يديني لينك قصير جدا 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 هاخده كده كده ارجع به على التيك توك وحط اللينك هنا بص بقى لينك صير جدا جدا لو عملت له بوست بالشكل ده بص معي بقى حاجة صغيرة جدا هو ده بص حاجة قصيرة جدا كل اللي عمله ان هو يدوس عليه مجرد ان ما هو دس عليه هيبتدي ان هو يروح ينزل الملف اللي في صور الخلفية دي كلها وبشكل مجاني تماما ولكن الفكرة ان على كل الف تنزيلة بتم بشكل مجاني حضرتك بتاخد سبعة دولار او تمانية دولار تمام هي دي الفكرة باختصاره ما تقلقش هوليك ازاي كمان غير التيك توك تجيب جمهور اكتر ينزل نفس الصور اللي انت رفعتها على التيك توك ونفس الفيديو اللي انت رفعته على تيك توك حالا دلوقتي ولكن لو الفيديو عجبك لحد هذه اللحظة ياريت تدعمني بعمل لايك اشتراك في القناة تفايل الجرس وانك تعمل شير للفيديو قدر المستطاع ويا سلام لو بتتابعني على الفيسبوك والتيليجرام والواتساب وخصوصا التليجرام لانه بينزل عليه كل جديد اول باول هو وكل السوشيال ميديا الخاصة بفكرة تانية اللي بس بهم دايما فيه صندوق الوصف فيه طريق المثبت تأكد انك بتتابعني هناك تأكد جدا جدا مهمين بينزل عليهم بكل جديد اول باول طيب كده احنا عرفنا ازاي اللي رفعنا الفيديو بتاني على تيك توك عطينا اللينك بتاع السؤال بتاعتنا عشان اللي عاوز للخلفيات اللي في الفيديو ده يبطينا ان هو ينزلها بشكل مجاني دلوقتي هوريك كمان التركية التانية اللي تربح بيها وفيه تركية تالتة كمان هتربح من خلالها وهوريك ازاي بتسحب أرباحك في الآخر من ميجا في الابلود ووريتك كمان ان طوله السحبة كلها متاحة والسحبة من اول الواحد دولار طيب التركية اللي بعد كده نحن بنروح للموقع بينترست زي ما حضرتك شايف دي كلها ناس بتشتغل بنفس الطريقة وبترفع خلفيات موبايل بس كلها صور التركية اللي انا اقول لها لحضرتك دلوقتي ان احنا هنرفع فيديو زي اللي رفعناه هو هو نفس الفيديو هنرفعه على بينترست وبالتالي هنعمل نفس الخطوات اللي عملناها في التيك توك ولكن على بينترست لانهو يعتبر محرك بحث قوي جدا بينافس جوجل والجماهيرية بتاعته عالية جدا انا الزيارات اللي بيجيلي من الشرحات بس ما حضرتكم ممكن موضحها في الفيديوهات السابقة بتتعدى النص مليون آآ زيارة شهريا فتخيل لو انت بس مستمر على الموضوع ده على بينترست هتعمل يعني مشاهدات عاملة ازاي وبالتالي الارباح اللي بيجيلك من ولا التنزيلات اللي بتيجي من ولا بينترست بتبقى رهيبة جدا جدا فكل اللي هنعمله ببساطة ان انت بتيجي من على بينترست من عال شمال فوق وتقول له كريد بن بعد كده في الخانة دي هنبتدي ان احنا نرفع الفيديو واشنرفع الصورة وهنا انا بخلي حضرتك تتميز عن غيرك اللي كان بيرفع مجرد صور فهنبتدي ان احنا نرفع الفيديو بتاعنا بالشكل ده اوبن هنبتدي ان هو يرفع الفيديو من غير اي مشكلة على الاطلاق وزي ما انت شايف علامة البلاي بوتون موجودة داو اللوت فور فري موجودة هنبتدي ان احنا نحط نفس العنوان اللي احنا كنا احطناه في اه التيك توك هاخدوها مو هو مع حضرتكم من الشكل ده هرجع على بانترست احط العنوان نفس العنوان احطه هنا طبعا مفيش اي مشكلة ممكن تخلي بقى تحط هنا الصورة المكونة ممكن تحط اي حاجة انت عاوزها مفيش فيها اي مشكلة اللینك هنا نفس اللينك اللي انت حطيته في التيك توك اللي احنا عملناله بالتعامية في الاعبenez داعنيه هرجع في نفس اللحظة وهنشوف مع بعض دلوقتي الكلام ده كله. طيب هنيجي بعد كده في البورد تقدر ان انت تعمل بورد اللي هي علاقة بالول بيبرز هكتب كده وول بيبرز الفين اربعة وعشرين مثلا واقول له كريات. عشان لما تيجي تعمل منشور على بنت دايما دايما. خليني كده اوضح لحضرتك الصورة لو انت مش واخد بالك. اهو. بنبتهي ان احنا حطينا اللينك بتاعنا في خانة اللينك. ده الوصف. العنوان. هنا عملنا البورد اللي اليها علاقة بالول بيبرز. هنا الكلمات المفتاحية interfering ilgili انت تكتب وول بيبر هنا في ايفون تحطها وال بيبر تاني تكتب وو بيبر تحط ووس في game world fever كل دي كلمات مفتاحية هي cái bir line بالنسبة لك على بنت دايما ما يبحث ده يظهل بالتونج من حضرتك وانت هنا بتستهدف ملايين ملايين البيبشر اللي على بنت دايما كتبت تاني وال بيبر يظهلك phone وال بيبر. في اهم الكلمات المفتاحية بعد كده هاديوز تفضش من على اليمين فوق ونشوف مع بعض لما المنشور يتم تحميله بيبقى شكله عامل ازاي بص بقى معي الجمال والحلاوة الفيديو ترفع على بنت الريست وده اللي مش بيعمله كتير جدا من الناس بص هنشغله دا من نود فور فري هيبيد ان هو يقلب الصور زي نفس الفيديو بالزبط اللي انت رفعت على تيك توك ما تعبتش في اي حاجة هي خطوة واحدة انت عملتها على تيك توك لو دست عليه بالشكل ده مثلا لاحظ معي اتوجه للصفحة اللي هي داون نود فايل والبيبرز اهو هي من الفري داون نود هينزل الملف بشكل مجاني تماما وعلى كل الف تنزيلة حضرتك بتاخد عادي جدا ارباحك اللي هي السبعة دولار والتمانية دولار واحنا هنا بنتكلم ان انت استهدفت على تيك توك ملايين البشر واستهدفت على بنت الريست ملايين البشر المطالب من حضرتك ان انت بترفع فيديوهين على تيك توك ونفس الفيديوهين بترفعههم على البنترست ملا الصبح ملا بالليل وتأكد ان النتيجة في الآخر هتبهرك انا بكلمك في حاجة هتبهرك بجد طيب دي كده كانت الحاجة التانية اللي انت كمان ممكن تجيب بيها ترافيك وان انت كمان تربح من ولاها في خطوة تالتة كمان او في خطوة تالتة كمان انا عاوز ان انا ما سيبش الفيديو ده مع حضرتك الا لو انت متأكد ان انت هتربح من وراه انا مش جاية اديك الحاجة كده اتكور ارميها في ملعبك واسيبك وامشي لا انا ماشي معاك كل الخطوات اللي انا بستخدمها بالتفصيل عشان انت كمان تقدر ان انت هتربح كلها حاجات مجانية كلها ادوات مجانية ما استخدمناش اي حاجة بيدفع فيها جنيه واحد او سنت واحد حتى الموضوع كله لكل المبتدئين مفيش فيه اي صعوبة على الاطلاق طيب احنا اتكلمنا في المقادمة ان في تويتر كمان تويتر هي بجيب مشاهدات معي على الخلفيات الموبايل موبايلج يضع ده وга 200 000 مشاهدة لانحظ ده اكرت ايضاى Spiritual Ore胰tak اتكلمنا على مكان اللόิدüzik ستجدك مليون مشاهدة على خلفيات الموبايل انزل وحدث وال brew winter ستجدك ناس كثيرة جدا شغالة على موضوع ايضا فانت كمان لازم تستغل تويتر لازم تستغله حتى لو ما عندكش جمهور عليه ما عندكش ناس يكفي بس الهاشتاجز يكفي بس الهاشتاجز طيب عشان نشتغل على تويتر يا مبارك بنعمل ايه بتيجي على كلمة بوست من على الشمال ببساطة جدا ويدوس عليها بعد كده هتبتلي ان انت ترفع الفيديو برضو هنرفع الفيديو بالشكل ده لان حضرتك لو رفعت صور هي انت استفدت ايه ما اللي هيشوف الصور هيدوس عليها وينزلها عادي سيف از وينزلها عالجهاز لا انت بترفع فيديو الفيديو ده في الصور بتاعت حضرتك ايه دي الفيديو هولا وشغلناه هيشتغل معنا اهو ده على تويتر اهو الفيديو شغال انا هنا بقول اللي بيشوف الفيديو ده الصور دي او الول بيبرز دي هينفع ان انت تحصل عليها مجاني والله وكل حاجة وتتنزلها عندك من غيرها اي مشكلة بس انا هستفيد ان على كل الف تنزيلة انا ببتدي اخد سبعة دولار هي دي الفكرة ببساطة يا شباب فهل جعتيني على تيك توك نبتدي ان احنا ناخد نفس العنوان او بانترست عفوا انا هنا كنت بعمل حاجة اضافية بانترست هاخد نفس العنوان اهو وابتدي ان انا اروح به على تويتر واحطه بعد كده هنزل تحت واعمل نقطتين ونحط نفس اللينك اللي احنا حطينه ادي اللينك اهو خبي لينك ادرس هرجع اخرى على تويتر وابتدي ان احط اللينك هنا ادي اللينك اهو طيب الخطوة المهمة جدا في تويتر زي ما اتفعنا هي الهاشتاج زي اللي كانت في بنت الرست وفي التيك توك هننزل تحت كده هاشتاج ونعمل كده والبيبرز اهو بالشكل ده ننزل تحت هاشتاج موبايل نشوف فيه موبايل والبيبرز ولا لا مفيش فانت هتخليك في الوول بيبرز اهو والبيبر اهو وتحط دي برضه يبقى انت حطيت هنا والبيبرز وحطيت والبيبر مش لازم الحاجة تبقى ظهراء لك على فكرة ممكن تعمل كده هاشتاج موبايل والبيبر اهو وتسيبها على كده ليه لان اي حد بيبحث بالكلمة دي بالذات هتجيره ممكن تنزل كمان تعمل هاشتاج ايفون والبيبر بالشكل ده المشكلة هي ظهراء لك اصلا ايفون والبيبر فبالتالي هاشتاج دي هي اللي بيجيب لك الجمهور انت مش لازم يبقى عندك جمهور طيب انت خلصت كده العنوان قلت للناس داولود فري فروم هير هيبتد ان هم ينزلوا الخلفيات دي من اللينك بتاعك كل اللي هتعمل ان انت تعمل بوست عشان تنشر المنشور بتاعك على تويتر لاحظ معي ادي المنشور اهو طبعا انا هشيروا ان دي الصفحة بتاعك حضراتك على تويتر اللي اللي حابب يتابعني على تويتر اهو ادي العنوان ادي اللينك وادي الفيديو شغال تحت اي حد هشوفه هيبتد ان هو اه يجيبه خلفية من الخلفيات دي هينزلها بشكل مجاني من اللينك ده وعلى كل الف تنزيلة انت بتاخد سبعة دولار او تمانية دولار لحد كده اكون اديتك تلات طرق عشان تكسب من خلالها التيك توك بنت الريست وتويتر ولو عاوز تزود على الفيسبوك والانست وكلام ده كله اشغال لا فيش اي مشكلة هو فيديو واحد انت عملتو بشكل مجاني وبتدي ان انت تقرروا في نفس الاماكن دي بنفس الطريقة ناقص دلوقتي ان انا اقول له حضرتك ازاي بتسحب فلوسك من على ميجا فور ابلود بكل طرق السحب اللي احنا شفناها مع بعضينا ولكن قبل ما خش الجزئيه دي عاوز اوضح ان فيه مسابقة يومية قومتها خمسة دولار الخمسة دولار دي بتقدم لفائز واحد فيه الحلقة بتاعت غد ان شاء الله وهنبتدي في اخر الحلقة نعلن عن الفائز بتاع حل امس سلوط المسابقة اللي حابب يشترك فيها ان حضرتك بتعمل لايك للحلقة اشتراك في القناة وتفايل زر الجرس وانك تجاو على سؤال الحلقة اللي هقول لحضرتك حالا وسؤال الحلقة بيقول هل اعجبك محتوى حلقة اليوم ام لا وما هي المواقع اللي انت عاوزني يعني ان اشرح حالك الفترة القادمة لانها يهمني ان انا اشرح لحضرتكم الحاجات المحببة الى قلبكم الحاجات اللي انتوا عاوزين فعلا تتعلموها تمام فده كان سؤال الحلقة ببساطة طيب نروح بقى الميجا في الابلود ونشوف ازاي بنقدر نسحب اربحنا تمام شباب احنا زي ما اتفقنا في مقدمة الفيديو واريت حضرتك طرق السحب اللي على ميجا في الابلود بودة فون كاش صلاة كاش اولنجي كاش بايير بايير بايسيرا كل الكلام ده موجود زي ما انت عاوز يعني حتى البيت كوين موجودة الاسوريان موجود اللي هي العملات الرقمية بايسيرا البايير موجود البيبل موجود كل ده من اول واحد دلار بتسحب اربحك وتلك ازاي ان انت بتختار مثلا البايير بتبتين ان انت تحط رقم محفظ المحفظة البايير بتاعتك هنا البيبل بتحط امين البيبل هنا الباينانس بتحط المحفظة الباينانس البايسيرا بتحطه هنا وتعمل سير سيتنج طيب انت خلاص كوينت ارباح زي اللي حديك شايفها فوق دي كده مثلا انا معي مثلا ستمية وسبعة دولار وعاوز اصحب ارباحي بعمل ايه بتيجي من على الشمال كده بتلاقي حاجة اسمها كونفيرت بروفيتس بتبتدي ان انت تدوس عليها عشان تسحب ارباحك او من برا كده بتدوس علي ريكويست بي قاوت عشان تسحب ارباحك دي في طريقتين بتقدر ان انت توصل بهم للجزئية الخاصة بصحب الارباح طيب الشاب هو انا جايب لي في الصفحة دي بيقول لي والله انت عشان تعمل كونفيرت بروفيتس انت جمعت لحد الوقت ستمية وسبعة دولار وزي ما انت شايف عاوز ان انت بقى تسحبها كاش ماشي عاوز تسحبها في هيئة كوبونات عن طريق جوجل بلاي اي باي امازون الكلام ده تبقى يعني كروت مشتريات كده تشتري بيها اللي انت عاوزه من المنصات دي او ان انت تاخد بريميوم اكاونت على ميجا فور ابلوت كل دي حاجة انت عاوزها ولكن طبعا الغال العظمى بيكون عاوزين يسحبه فلسهم كاش فانت بتعلم على الكويست بيقاوت بالشكل ده وتقول له نيكست عشان تقدر تسحب الباحة فمسلا هاجم مع حضراتكم كده وندوس نيكست مع بعضينا هيقول لي والله انت عاوز تسحب على رقم فودافون كاش وده الرقم هتبتد ان انت تحط القيمة اللي انت عاوزها انا مثلا لو معي ستمية وسبعة دولار ممكن احطها كلها والله عاوز اسحب دولار بحط دولار وكل اللي انت عاوز تسحبه بتحطه في الخنة دي وتبتد ان انت ت تعمل ريكويست بيقاوت زي اللي انت شايفها تحت دي طبعا لازم تحط القيمة 0.00 مثلا يعني تحط القيمة بالسنتات يعني تحطها كاملة عشان تبتد ان انت تسحب أرباحك ولكن طبعا انا مش عامل عملية سحب انا بوريك انت بتقدر تسحب أرباحك ازاي من كلمة تمام اتمنى العملية لحد الوقت تكون واضحة للجميع اتمنى تكونوا استفدتوا من حرقة النهاردة وتكون نالت اعجابكم ان شاء الله بشكروا حضراتكم على دعمكم المستمر في حقيقي دعمكم هو اللي بيشجعني وهو الل ابتدي اعمل فيديوهات جديدة متنوعة ما تشراحتش في اي مكان تاني على الاطلاق بكده اكون خلصت واختتمت الحلقة مع حضراتكم هبتدي بس ان انا اعلن عن الفائز بتاع حلقة امس واللي هبتدي ياخد جايزة قيمتها الخمسة دولار لكن اهم حاجة يكون طبعا مطبق شروط كاملة متكاملة في الله بينا نشوف الفائز بتاع حلقة امس تمام شباب بالنسبة لحلقة امس والفائز بتاعنا هبتدي ان انا اروح على اليوتيوب اخد اللينك بتاع حلقة امبارح بالشكل ده نرجع تاني اح اقضت اللينك مع حضراتكم اهو هننزل تحت كده خالص نحل الكاباتش مع بعض تسعة ونشوف الكومنتات اللي على الفيديو ده تمام بعد كده هبتدي ان انا اعمل عشان نشوف الفائز بتاعنا تمام استاذ اه يعني ماجد نت يا ريت لو سمحت ان حضرتك تتواصل معي قبل الساعة اتناشر مساء عشان حضرتك تبتدي تاخد الجايزة بتاعت حضرتك اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة غدا بس نعمل فكرة تانية كان معكم اخوكم موبالك الى اللقاء